نروح بقى الخبر مهم النهاردة نادي الأهلي بيتلقى خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي كاف بيختروا فيه بإقاف حسين الشحات لعب الفرية الأول لكرة القدم في النادي مبارايتين نتيجة الأحداث اللي جرت تعقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا قدام الزمالك يوم 27 يوم الجمعة اللي فات مش عايزين يتكلم طبعا في اللي حصل لكن النهاردة كاف بيؤكد في خطابه ده على أن أقاف الشحات بيسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2021 مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي طبعا في مباراة السوبر الأفريقي اللي جاية قدام نهضة بركان المغربي يعني حسين هيلعب إن شاء الله في السوبر إن شاء الله بإذن الله هيلعب في السوبر كان الناس الآن شوية أنه مش هيلعب في السوبر الأفريقي نتيجة الوقف لكن الاتحاد الأفريقي بيقول لا هذا التوقف مع بداية الموسم اللي جاي بالنسبة للمشوار الأفريقي بإذن الله على مستوى الاتحاد الأفريقي